بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده في كل طرفة عين وتنفس نفس من الأزل إلى الأبد وإلى ما شاء الله تعالى والشهادة لله تعالى بالوحدانية في كل طرفة عين وتنفس نفس بالوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال والشهادة لصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة أسأله تعالى بحرمة وجه الكريم والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفى أن يلزمني والمشاهدين الأكارم بهذه الشهادة ووالدين وأزواجنا وذرياتنا وأن يجعلنا أحق بها وأهلها إنه سميع قريب مجيب الدعوات والصلاة والسلام الأتمان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل طرفة عين وتنفس نفس من الأزل إلى الأبد وإلى ما شئت عدد المسبحين بحمدك من خلقك في الدنيا والآخرة وعدد ما سبحوا وكل ما سبحوا وسبحانك اللهم وبحمدك مثل ذلك ونستغفرك ونتوب إليك مثل ذلك ونسألك اللهم حسن الخاتمة مثل ذلك مشاهدي الأكارم حيثما كنتم وكيفما كنتم أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعده فهذه حلقة ثانية في حديثنا على الحديث الشريف الصحيح الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله في الحلقة السابقة وضحنا جده عليه الصلاة والسلام يكتهد في هذه العشر ما لم يشتهده لا في الأوائل ولا في الأواسط وقلنا سر في هذا أن الأعمال بالخواتيم والسر في هذا الحرص على إدراك ليلة وثواب ليلة العبادة ثواب العبادة فيها خير من ثواب العبادة في ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر وذكرنا لماذا يوقز أهله لمسألية الرجل فينا عن أهله فليأخذ كل رجل منا بيد زوجه وبيد أهله كما قال تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما ذكر الله تعالى عن سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وكذلك في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وللحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يستيخذ من الليل ويقول أيقظ صواحب الحجر إلى آخر الحديث الشريف بقي في هذا الحديث الشريف الوقوف عند العبارة وأحيا ليلة هناك وقت حي في حياة الإنسان وهناك وقت ميت هناك ليل ميت وهناك ليل حي لا يستوي عند الله تعالى وعند أولياء الله الصالحين لا يستوي أبدا بحامن الأحوال من يمضي ليله ساهيا لاهيا لاعبا يلعب الورق أو يشيد أو يرى أفلام إباحية وغيرها لا يستوي هذا مع من يمضي ليله قائما قاعدا قائما قاعدا راكعا ساجدا مستغفرا ذاكرا مسبحا مهللا مكبرا تاليا لكتاب الله اقرأ في هذا قوله تعالى في سورة الزمر أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فما معنى إحياء الليل أو بما يكون إحياء الليل واحد لصور إحياء الليل كثيرة جدا واحد أن تستقبل الليل بتوبة وأن تودع الليل بتوبة فعندما تسمع أذان المغرب وأذان الفقر تستغفر لها وتتوب إليه للحديث الشريف الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أرأيت والتوبة تجب ما قبلها والتوبة يعني تجب ما قبلها من السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وهكذا تنظيف أول بأول يومي وهكذا هذه أول صورة من صور إحياء الليل الصور الثانية من صور إحياء الليل أحبائي ومشاهدية الأكارم هي أداء صلاتي الفقر والعشاء في جماعة للحديث الصحيح من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل فإذا صلى الفقر في جماعة فكأنما قام الليل كله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الثالثة من صور إحياء الليل صلاة الترويح أو صلاة القيام وتسمى القيام لطول القيام وطول القيام يأتي من طول القراءة وعلى ذلك الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصورة الرابعة من صور قيام الليل وأحياء الليل هي التهجد والفرق بين التهجد والترويح أن الترويح تكون قبل النوم والتهجد يكون بعد نوم وعلى هذا قوله تعالى في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن صور قيام الليل وأحياء الليل خامسا الدعاء ترفع جنبك من على الفراش وتدعو ربك وعلى هذا قوله تعالى في السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم منفقون وهذه بشرة من يستيقظ في الليل ويتنبه ويوحد الله تعالى ويقول لا إله إلا الله وحده لا شرك له لا الملك ولو الحمد على كل شيء قدير لو دع الله استجاب الله تعالى له دعاء ولو قام وتوضأ وصل ركعتين قبلت صلاة كما صح بذلك الخبر عن النبي محمد صلى الله وسلم ومن صور إحياء الليل الاستغفار ولا سيما في الثلث الأخير من الليل وعلى ذلك قوله تعالى في الذاريات وفي آل عمران في الذاريات يقول تعالى إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وهناك في آل عمران لما بين الله تعالى متع الحياة الدنيا التي يشترك فيها كل الناس البر والفاجر المؤمن والكافر الطائع والعاصي الشقي والتقي قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل بعد ذلك بيّن نعيما ليس لكل الناس وإنما هو لصنف معين من الناس قال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا لاحظ صدر الآية السابقة للناس لكن هنا للذين اتقوا عند ربيهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ما أوصافهم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يبقى دي من صور إحياء الليل الاستغفار ولا سيما في الثلث الأخير من الليل ومنها كذلكم أحبائي في الله تعالى الخروج من البيت وتقليب النظر في السماء والتفكر في خلق السماء والأرض فقد كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الليل ويقلب نظره في السماء ويتلق قوله تعالى من أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الصورة الكريمة يقول رسول الله بعدها ويل لملاكها بين فكيه ولم يتفكر فيها من صور القيام الليل وأحياء للتلاوة القرآن وفي الحديث الذي قلناه في حلقة سابقة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام واشتربه بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويكتهل في العشر الأواحد حتى الختم وقد كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من كل عام ويتدارسان معا القرآن الكريم في كل عام يختم القرآن الكريم مرة واحدة إلا العام الأخير من سنية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم معا القرآن الكريم مرتين في صحي البخاري كان جبريل يعارضني بالقرآن الكريم في كل عام مرة وقد عارضني بالقرآن الكريم في هذا العام مرتين العام الأخير وهكذا أحبائي في الله تعالى ويكتهد في العشر الأواخر ولئن كان قد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الختم في أقل من ثلاث هذا إذا كان على سبيل الدوام لكن في الأوقات الشريفة كما قال الحافظ بن رجب أفضل من شرح الأربعين النوية في كتاب القيم جامع العلم والحكم هذا منهي عنه على سبيل الدوام لكن في الأوقات الشريفة كرمضان والثلث الأخير من الليل وفي الأماكن الشريفة كالحرمين وغيرها يحبذوا الاكثر من تلاوة القرآن الكريم ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن في ركعة في صلاة الوطر يقوم الليلة كله في ركعة يختم فيها القرآن الكريم وكان بعض الصحابة يختم كل ليلتين وبعضهم يختم في أسبوع وبعضهم يختم في عشرة أيام فلنجتهد وبشرة أحباء في الله في حلقة سابقة بينا فضل تلاوة القرآن الكريم تختم القرآن الكريم كله يبقى تحرز تلاتة مليون ومتين وعشرة تقريبا ومتين وعشرة ألف حسنة لأن القرآن الكريم فيه تلتمية واحد وعشر ألف حرف ومتين وخمسين تقريبا وكل حرف بعشر حسنات يضرب تلتمية واحد وعشر ألف ومتين وخمسين ومتين وخمسين حرف يضربهم في عشرة يكون الناتق عندك 3 مليون ومتين وعشر ألف في الوقت الذي تحرز فيه هذه الحسنات الملايين يمحو الله تعالى عنك من الجانب الآخر مثل العدد من السيئات لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله تعالى بحرمة وجيه الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يرزقني والمشاهدين الأكارم بالقرآن الكريم رزقا هنيئا لا يحرمنا بعده خيرا أبدا وأن يرفعنا به رفع لا يضعنا بعدها أبدا وأن يعزنا به عزا لا يذلنا بعده أبدا إنه سميع قريب مجيب الدعوات أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة